اجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد وقوع انفجار أثناء إلقائه خطاباً غرب البلاد مكغون يصادق على مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسمياً رغم معارضة الاتحادات النقابية الرئيس البرازيلي يدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن تشجيع الصراع في أوكرانيا والحديث عن السلام مشاهدين نشرة إخباريات تأتيكم من القاهرة أهلا بكم والبداية مع تطورات الأحداث العالمية قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه تم إجلاء رئيس الوزراء فوميوكي شيدا بعد سماع دوي انفجار تله تصاعد للدخان أثناء إلقائه خطاباً في محافظة واكاياما غرب البلاد وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه كي شيدا بأمان ولم يصب بأي أذى مشيرة إلى اعتقال شخص في مكان الواقع أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى مغادرته أيرلندا أنه سيعلن قرار بشأن الترشح للرئاسة لعام 2024 في الوقت المناسب وأضف بايدن أن زيارته لأيرلندا عززت شعوره بالتفاؤل بشأن ما يمكن فعله مضيفاً أن خطته هي الترشح مجدداً أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن رأي الجيش ومجمع الاستخبارات بتعزيز تأمين المعلومات بعد واقعة التسريب الأخيرة وقال بايدن أن الولايات المتحدة لا تزال تحدد صحة الوثائق السرية التي تم تسريبها مؤخراً وأنه أمر الجيش والمجتمع الاستخباراتي باتخاذ خطوات لتعزيز تأمين المعلومات الحساسة وتحديد من يمكن أن يحصل عليها وجهت محكمة فدرالية أمريكية لائحة اتهام إلى العسكرية جاك تيشيريا البالغ من العمر 21 عاماً لتسريبه سلسلة وثائق دفاعية سرية للغاية تتعلق خصوصاً بالنزاع في أوكرانيا ومثلت شرية العنصرة في سلاح الجو بالحرس الوطني أمام محكمة فدرالية في بوستن حيث وجهت إليه تهم من بينها تخزين معلومات متعلقة بالدفاع الوطني ونقلها من دون تصريح وسحب وتخزين وثائق أو مواد سرية من دون تصريح وفي جلسة الاستماع طلبت مدعي الأمن القومي الفدرالي في بوستن احتجازة شرية في انتظار المحاكمة وتم تحديد جلسة استماع للموقف الأربعة المقبل قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول إن تسريبات وثائق البنتاجون السرية خرق قطير للأمن القومي الأمريكية وأضف ماكول أن على الإدارة الأمريكية إجراء تحقيق شامل وإطلاع الكونجرس عليه يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشهد بالإجراء السريع الذي اتخذته جهة إنقاذ القانون أو إنفاذ القانون للتحقيق والراضي على النشر الأخير للوثائق الحكومة الأمريكية السرية أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل مقهوم مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما حسب ما جاء في الجريدة الرسمية وذلك بعد أن صادق المجلس الدستوري عليه وقبل تلك الخطوة طالب اتحاد النقابات خلال اجتماع لهم ماكرون بعدم إصدار مرسوم من هذا الإصلاح إلى أن مطلب الاتحاد لم يتحقق أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن أنه ليس هناك ربح ولا خاسر بعد قرارات المجلس الدستوري بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد وقالت بورن أن هذا القانون الإصلاحي توفق مع الدستور الفرنسي ووصل النص إلى نهاية مصاره الديمقراطي كما أكدت الحكومة الفرنسية أن مع هذا الإصلاح سيكون نظام المعاشات التقاعدية متوازنا في عام 2030 يواصل الأطباء المبتدئون في بريطانيا إدرابهم عن العمل احتجاجا على تدني أجورهم والمزيد في التقرير التالي احتجاجا على تدني أجورهم يواصل الأطباء المبتدئون في بريطانيا إدرابهم عن العمل وسط ما خوف من تسببه في تهديد سلامة المرضى فضلاً عن مضاعفة أزمة قوائم الانتظار يأتي الإدراب وسط ما طالب للأطباء المبتدئين بزيادة الأجور بنسبة 35% بعد سنوات من عدم تلقي أي زيادات بالإضافة إلى التضخم الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لرواتب هؤلاء إلى 26% إذا ما قرنت بعشر سنوات مضت وفيما يبشر نحو 50 ألفاً منهم إدراباً جماعياً في إنجلترا يجد المئات منهم صعوبة في تأمين حاجاتهم من المواد الغذائية فيما اضطر البعض الآخر إلى الاقتراض لدفع بدلات إيجارهم فضلاً عن اللجوء لبنوك الطعام لتأمين حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وأمام هذا الوضع الصعب تعالت التحذيرات من الآثار الكارثية للإدراب وتأثيره على إلغاء عمليات الولادة القيصرية وزيادة أعداد المرضى المحتجزين فضلاً عن تأخير في الجنازات حيث لن يتوافر عطباء لإصدار شهدات الوفاء ويقدر رؤساء المستشفيات إلغاء ما لا يقل عن 350 ألف عملية روتينية فضلاً عن تولي نصف عدد الاستشاريين تغطية عجز نوبات الأطباء المبتدئين الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيلاً غير مسبوق في العيادات التخصصية استضافت مدينة جدة السعودية جلسة مشاورات غير رسمية لوزارة خليجية دول مجلس التعاون الخليجية بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن وقد تم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة وأكد الوزراء على مركزية القضية الفلسطينية وأولوياتها وأدان الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقود حل الدولتين مؤكدين على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها كما أكد الوزراء على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة وبضع الأليات اللازمة لهذا الدور وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود انطلقت المرحلة الأولى من ثاني أكبر صفقات تبادل الأسرة بين الحكومة اليمنية والحثيين تشمل المرحلة الأولى من عمليات تبادل الأسرة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام الإفراج عن ثلاثمائة وعشرين محتجزا بين الطرفين من أصل ثمانمائة وسبعة وثمانين سيتم إطلاق سراحهم خلال ثلاث مراحل على ثلاثة أيام متتالية أغلبهم من الحثيين يشار إلى أن خطوة هذه التبادلات جاءت بعدما توصلت الحكومة والحثيين في مارس خلال مفاوضات عقدت في سويسرا إلى اتفاق على تبادل أكثر من ثمانمائة وثمانين أسيرا قالت الأمم المتحدة أن تبادل الأسرة في اليمن مؤشر على بناء الثقة مشيرة إلى أنها تأمل في أن تقود هذه الخطوة إلى حل سياسي وأوضح ستيفان جوجاكريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن تبادل الأسرة في اليمن خطوة مهمة نحو السلام داعيا أطراف الأزمة اليمنية للبناء السياسي على الإيجابية الحالية دعا الرئيس البرازيلي يولو لدى سلفا الولايات المتحدة إلى التوقف عن تشجيع السراع في أوكرانيا والحديث عن السلام وأكد دا سلفا في تصريحات له أن الوقت قد حان للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل وضع حد للأزمة تنهي معاناة جميع الأطراف وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون بشأن وضع إجراءات للاستدعاء الإلكتروني بهدف زيادة كفاءة التعبئة العسكرية وسد الثغارات والقانون الذي صدق عليه البرلمانو من قبل يسهل استدعاء المطلوبين لخدمة العلم ويسمح بتعابد جنود الاحتياطات إلكترونيا عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية أو عند تبليغ أمر الاستدعاء لطرف ثالث بعدما كان ينبغي تسليم أمر الاستدعاء لصاحب العلاقة باليد شخصيا قمت بيلاروسيا بتجهيز المواقع التي سيتم فيها نشر أسلحة نووية روسية وقالت بيلاروسيا إن تدريب قواتها على الصواريخ الروسية النووية سينتهي الأسبوع المقبل فيما انتهت موسكو من تدريب الطيارين البيلاروس على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية بالطائرات الهجومية من تراز سو 25 تطورات متسارعة تشهدها الأزمة الروسية الأوكرانية آخرها مع ألانيا وزير الدفاع الروسي سرجيش ويجو وضع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في حالة تأهب وبدء منورات لم يعلن عنها سابقا المزيد في العرض التالي مع زميل كريم حاتف أهلا بكم لا تزال الأزمة الأوكرانية تراوح مكانها بل تتصاعد التوترات بشكل غير مسبوق بين روسيا والغرب وفي خطوة مفاجئة أعلنت روسيا وضع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في حالة تأهب وبدء منورات لم يعلن عنها مسبقا وقال وزير الدفاع الروسي سرجيش ويجو إن أسطول المحيط الهادئ الروسي المتمرجز في فلاديفستوك بالشرق الأقصى سيعمل خلال وقت قصير على تدريبات قتالية في مناطق بحرية قريبة وبعيدة وخلال هذه المنورات سيتضرب أسطول المحيط الهادئ على صد هجمات جوية مكثفة والبحث عن غواصات وتدميرها وكذلك إطلاق النار من توربيدات ومدفعيات وصواريخ بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة على صد هجوم الكريملين من جانبه أكد أن هذه المنورات غير مرتبطة بوجود حلف شمال الأطلسي النيتو في منطقة أسيا والمحيط الهادئ لافتا إلى أن هذا الإجراء هو تدريب عسكري عادي وروتيني وتطوير القوات المسلحة الروسية للتحقق من جهازياتها القتالية يأتي هذا التطور المفاجئ بينما أعلنت بكين في بيان رسمي عن زيارة لوزير دفاعها إلى روسيا خلال الفترة من السادس عشر إلى التاسع عشر من إبريل ووفق البيان سيجري وزير الدفاع الصيني محادثات مع قيادات الجيش الروسي لبحث أفاق التعاون الثنائي في مجال الدفاع إضافة إلى قضايا الأمن العالمي والإقليمي من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الوزير لويد أوستن سيلتقي مع نظيريه في السويد وألمانيا هذا الأسبوع ويشارك في اجتماع دفاعي متعلق بأوكرانيا مع كبار المسؤولين من حوالي خمسين دولة وقدم شركاء كييف الغربيون الدعم العسكرية الضروري منذ بدء العملية الروسية العام الماضي بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة الحديثة لكنهم أحجموا عن تقديم أسلحة أثقل مثل مقاتلات F-16 التي طالبتها أوكرانيا إذن يأتي هذا التطور من جانب روسيا في وقت يموج فيه العالم بأزمات كبيرة أبرزها بكل تأكيد الأزمة الأوكرانية وكذلك الأزمة الصينية التايوانية والتي تنظر بنشوب حرب عالمية ثالثة مشاهدين كان هذا عرضا لمستجدات الأزمة في أوكرانيا شكرا لتي بالمتابعة ذكر مسؤولون في كييف أن الجيش الروسي وصل شن هجمات بلا هوادة على مدينة بخمط شرق أوكرانيا وقصف أيضا مدينة خرسون جنوب البلد وقالت القوات الأوكرانية إنها تكبد القوات الروسية في بخمط خسائر هائلة وأنها توصل استقدام تعزيزات عسكرية إلى المدينة هجمات روسية متواصلة على مدار اليوم على مدينة بخمط الواقع شرقي أوكرانيا والتي تشهد نزعا مكثفا بين قوات الجيشين الروسي والأوكراني للسيطرة على المدينة قوات الجيش الأوكراني أعلنت أن قتالا عنيفا ضار بينها وبين قوات الجيش الروسي في جميع المناطق على الجبهة الشرقية مضيفة أنها تمكنت من صد تلك الهجمات في أغلب تلك المناطق وعضف الجيش الأوكراني أن أغلب جهود القوات الروسية تتركز حاليا في قطاع بخمط مشيرا إلى أن قوات الجيش الروسي أعادت توجيه جنودها إلى المدينة من جبهة قتالية أخرى ومنذ يومين أعلنت قوات روسية أنها باتت تسيطر على أكثر من 80% من مدينة بخمط وأكدت روسيا أنها تمكنت من محاصرة القوات الأوكرانية في المدينة ومنع دخول أي تعزيزات إليها في المقابل نفت كييف تلك التصريحات وتقول أنها تكبد القوات الروسية في بخمط خسائر هائلة وإنها توصل استقدام تعزيزات عسكرية إلى المدينة ومنذ عدة أشهر أصبحت مدينة بخمط هي محور النزاع المسلح بين الجيش الروسي والأوكراني رغم عدم أهميتها الاستراتيجية لكل الجانبين إلا أن روسيا ما زالت تتمسك بسيطرة على المدينة من أجل فرد قبضتها الكاملة على منطقة دونباس في حين ترد القوات الأوكرانية بمقاومة متواصلة لإلحاق هزيمة رمزية بروسيا على غيرار معركة خرسون وقد أعلنت كندا وصل ثماني دبابات من طراز ليوبرد 2 إلى بولندا تمهيدا لتسليمها إلى أوكرانيا وقالت وزيرة الدفاع الكندية أن أوتاوى ستواصل الوقوف إلى جنب أوكرانيا وتزويدها بما تحتاج إليه من أدوات للقتال تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامنا مع قرب الأعياد والمناسبات ووصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيام المجيد وزيادة الإقبال على شراء ملابس العيد حرصت وزارة الداخلية ومن خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية على توفير هذه الاحتياجات بتخفيضات كبيرة من خلال التوسع في مشاركة السلاسل التجارية المتخصصة في هذا المجال في المبادرة وبملابذ ذات جودة عالية نحن الحمد لله مشاركين للصنة الرابع على التوالي في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندنا خصومات بتدأ من 70% على كل أصناف الشتوي وعلى البدلة وعلى الجاكت قطعة وقطعة المبادرة دي بتحني الناس إنها تشوف نسبة خصومات أعلى شوية حيث إنها تبقى عندها قدرة على الشراء السندي عندنا أكتر من عرض موجود في جماعة الفروع فيه تخفيضات قوية جدا موجودة وصعداء إن احنا بنشارك في المبادرة دي وفرف المعروض من كافة أنواع الملابس وبتخفيضات كبيرة في السلاسل المشاركة في المبادرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وإدخال الفرحة والبهجة على الأسر المصرية مع قرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك خصومات جدا ممتازة الأسعار حلوة جدا والخصومات حلوة جدا جدا خصومات يعني في بداية الموسم فطبعا دي حاجة حلوة أولا طبعا دخلة العيد إن أنت تعمل مبادرة زي كده ده طبعا ديفر معنا كتير جدا كفلوس يعني وكخصومات لو أي حد عايز يشتري لبس عيد يشتري أي حاجة الأمور كلها متوفرة وخامات جميلة وحاجات كويسة جدا والأسعار في المعقول ويمكن أقلم المعقول كمان يعني كل حاجة رخيصة بصراحة وبشكر سيادة الرئيس ووزارة الداخلية وما كنتش أتوقع أن فيه يعني أسعار زي الأسعار دي كويسة جدا إضافة إلى السلاسل والمحال التجارية المشاركة في المبادرة حرصت وزارة الداخلية على إضافة ملابس العيد إلى المعروضات في الشوادر المشاركة في المبادرة لإتاحتها للمواطنين المترددين عليها بتخفيضات كبيرة من منطلق المسئولية المجتمعية للوزارة والتي تحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في كل المناسبات زيادة كبيرة بدي أضيفها مبادرة كلنا واحد كل فترة فكانت المعروضة من الأولى هاتم المبادرة أنها توفرها في جميع الفروع السلاسل المشاركة في المبادرة وجميع الخيام الموجودة للمبادرة كلنا واحد أسعار هنا جميلة فجبت حاجات كتيرة لولادي وولاد ولادي أول مرة أشتري نبس من هنا لقيت رخيص جداً عن بره خالص أسعار هنا كويسة وفيه تقفضات حلوة بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة دي كافة السلاسل والمحال التجارية والمنافذ المشاركة في مبادرة كلنا واحد موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت للتيسير على المواطنين في الوصول إليها وتلبية كافة احتياجاتهم للاستمتاع بفرحة وبهجة العلم أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة للتخفيف من تداعيات أطار جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد مضيفاً أن البنك على استعداد لاتخذ المزيد من الإجراءات وضف عبد الله في تصريحات للأهرام أونلاين على همش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية أو الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن أن التركيز الأساسي للبنك المركزي المصري يستهدف في الفترة الحالية كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و 9% بحلول الربع الرابع من عام 2026 وأوضح عبد الله أن البنك المركزي كان يحلل نماذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بأسعار السلع لكن أيضا بسبب مشكلات على جانب العرض مثل التراقم الأخير في الوردات التي نتجت عن اتباع السياسة السابقة وشدد على أن البنك المركزي لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم استكمالنا لمشاوراته مع المنظمات الحقوقية وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفعالية اجتمع ضياء رشوان المنصق العام للحوار بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحرية العامة للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية عرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات لجنة حقوق الإنسان والحرية العامة وخاصة في قضايا ذو القدرات الخاصة والنساء وحرية العقيدة اشتركوا في القناة وصل الأهل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه فريق فاركو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعته مع الأستاذ القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة واستعاد الأهل بهذا الانتصار صدارة جدول الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى خمسين نقطة بينما توقف رصيد فاركو عند اثنتين وثلاثين نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الدوري حقق بيراميدز فوزا كبيرا على مضيفه أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعته مع الأستاذ أسوان ضمن منافسات الدوري الممتاز بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة الثالثة والأربعين في المركز الثالث فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة الثامن والعشرين في المركز الثالث عشر حقق الاتحاد السكندري فوزا ثمينان على ضيفه سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعته مع الأستاذ الإسكندرية في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز الفوز هو الثاني عشر هذا الموسم للاتحاد السكندري ليرفع رصيده إلى تسع وثلاثين نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط بينما تكبد سموحة الخسارة الثامنة له في الدوري ليتجمد رصيده عند إحدى وثلاثين نقطة في المركز التاسع وإلى أخبار التقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم السبت تقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة مشاهدين وصلنا إلى الختام ولكن لا يتبقى سوى العنوين إجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد وقوع انفجار أثناء إلقائه خطابا غرب البلاد مكغون يصادق على مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميا رغم معارضة الاتحادات النقابية الرئيس البرازيلي يدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن تشجيع الصراع في أوكرانيا والحديث عن السلام لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكو أركود أطاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة